اجتمع بني إسرائيل بسيدنا موسى فأعجب رجل بمواعظ موسى فسأله هل على الأرض من هو أعلم منك؟ فأجابه موسى أنا أعلم أهل الأرض عاتب الله سيدنا موسى وأعلمه أن هناك من هو أعلم منه إنه العبد الصالح الموجود عند مجمع البحرين وأمر موسى أن يذهب إليه ليتعلم منه بدأ موسى الإعداد لتلك الرحلة وكان لديه غلام أمين وعند مجمع البحرين وجد موسى رجلا يشع من وجهه النور هادئ الحديث فسأله موسى هل أنت العبد الصالح؟ فقال نعم طلب موسى من العبد الصالح أن يأذن له بمصاحبته ليتعلم منه فقال له إن صاحبتني فعليك أن تصبر ولا تسألني كثيرا حتى أخبرك بما يصعب عليك فهمه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا وفق موسى على شروط العبد الصالح وبعد لحظات نظر إلى سفينة في البحر وطلب من أصحابها الركوب معهم فوافقوا وقبل أن ترسو السفينة إلى الشاطئ إذ بالعبد الصالح يمسك بقدوم ويضرب في جنب السفينة حتى خرقها خرقا يعيبها ولا يغرقها اندهش موسى ولم يتمالك نفسه قائلا ماذا فعلت إنهم قوم أكرمون ولم يأخذوا منا أجر أيكون هذا رد الجميل قال العبد الصالح ألم تعاهدني أنك ستصبر اعتذر موسى وقال لا تأخذني إني نسيت وستجدني إن شاء الله صابرا فسامحه العبد الصالح ثم واصل السير واتجه إلى قرية وجد فيها أولاد يلعبون فتقدم العبد الصالح وأمسك بغلام وضغط بيده حول عنقه حتى مات فاندهش موسى ولم يتمالك نفسه ثالية وقال للعبد الصالح أتقتل نفسا دون ذنب نظر العبد الصالح إلى موسى وقال له معاتبا أنت لن تستطيع الصبر على مقدرات علم الله تأسف موسى وقال لن أسألك عن شيء بعد ذلك وإن سألتك فارقني واستمر في السير ووصل إلى قرية طلبا من أهلها طعاما فرفضوا فسار حتى وجد جدارا مهدوما فبنى العبد الصالح هذا الجدار فتعجب موسى وقال كان بإمكانك أن تأخذ أجرا على بنائك لهذا الجدار فقال العبد الصالح يا موسى إنك عجزت عن الصبر على ما رأيت فهذا فراق بيني وبينك وسأشرح لك ما صعب عليك فهمه أولا كانت السفينة ملكا لمساكين يعملون عليها ولكن ملك هذه البلاد أصدر أوامره بأخذ كل سفينة صالحة جميلة من أصحابها بالقوة فخرقتها لأعيبها ولا يستولي عليها الملك أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ثانيا الغلام كان ابنا لأبوين مؤمنين صالحين وهذا الغلام سيكون في المستقبل كافرا يرهق أبويه فأراد الله له الموت ليعوضهما ولدا آخر صالحا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما ثالثا الجدار يا موسى كان لأخوين يتيمين مات أبوهما الصالح منذ فترة وتحت هذا الجدار كنز للغلامين ولكن الله أراد أن يحفظ الكنز حتى يكبر الغلامان ويستخرجاه وهنا يا موسى نفترق ولكن قبل ذلك أقول لك إن كل ما فعلته إنما هو بأمر الله عز وجل وليس من عند نفسي وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صدرا فتاة جميلة ذات خلق ودين ومن أسرة كريمة صالحة خلال ست سنوات ووالدها يرفض كل من يتقدم لخطبتها بعد أن يجلس معه وذلك لسبب لم تكن الفتاة تفهمه ويرفض أي نقاش في ذلك الأمر منها أو من أمها وإخوتها ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله في النساء وأنا أتق الله في ابنتي كان يقابل كل من يتقدم لابنته وحده في غرفة الضيوف وبعد أن يخرج الشاب تسرع والدة الفتاة لسؤال زوجها عما حدث فيقول لها لم يعجبني المهر ليس له نصيب في ابنتنا وهكذا كان رده مع أكثر من عشرين خطيبة حتى بدأ الحزن يتسلل داخل الفتاة وبدأت تغضو من أبيها لوقوفه في وجه زواجها خاصة وهي تعلم أن والدها لم يكن في يوم من الأيام يهتم بالمال بل دائما كريما وينفق الكثير على المحتاجين والأرامل واليتم وفي الحقيقة كان يسأل كل متقدم بطريقة غير مباشرة عن القيم وحسن الخلق وكمال الدين وبعد ستة أعوام على تقدم أول خطيب للفتاة حدثت معجزة ووافق الأب على أحد المتقدمين وتم بالفعل الزواج دون أن يذكر الأب المهر والغريب في الأمر أن الشاب الذي وافق عليه كان متوسط الحال بل وأفقر من الذين سبقوه لطلب يد ابنته ومرت السنين ولم ترى الإبنة من زوجها شرا أو ظلمة وإنما رأت كل الحنان والرفق واللطف إلى أن جاء اليوم الذي توفي فيه الأب وبعد انتهاء العزاء جاء الزوج وضم زوجته لصدره وقال لها يا صغيرتي لا تحزني وعندما تعجبت من كلمة صغيرتي منه نظر إليها بلطف وقال نعم صغيرتي حين تقدمت لخطبتك سألني والدك عما أستطيع فعله من أجلك ففكرت قليلا ثم قلت له أنا لا أملك الكثير يا عم ولكن أقسم لك أن أحنو عليها كما لو كانت ابنتي ومن صلبي وأن لا أجعلها تشعر بيتمن حتى وإن فقدتك عندها ابتسم والدك وضمني وقال هذا مهرها لقد زوجتك ابنتي بكت الزوجة كثيرا وعلمت أن والدها ظل ست سنوات يبحث لها عن زوج يحفظها ويرعاها ويرفق بها وعندما وجد هطمأن له وأهداه لابنته يعوضها صبر الست سنوات وقد كان والحمد لله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له أدعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤالا فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار؟ فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة؟ بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كارم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا دخل رجل للمسجد في غير وقت الصلاة فرأاه رجل كبير في السن فقال له تعال يا ولدي ما لي أراك في وقت غير الصلاة ووجهك عليه الحزن والهم قال الرجل يا شيخ إنني متزوج منذ فترة ولم يرزقني الله بأطفال ألعب معهم ويلعبون معي وأعتني بهم صغارا ويحملونني كبيرا ولم أترك طبيبا إلا وذهبت إليه ولكني لم أجد عند أحد العلاج فقال الشيخ العجوز لهذا الرجل سوف أعطيك الدواء وهذا الدواء صعب للغاية ولكن والله ثم والله إنه فيه الشفاء فقال الرجل متلهفا وما هو؟ قال الشيخ العجوز هو أن تقوم قبل صلاة الفجر بساعة وتقسم هذه الساعة إلى نصفين النصف الأول قيام ليل والنصف الثاني استغفار فالله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فذهب هذا الرجل وظل ساهرا حتى ساعة متأخرة من الليل ليقوم الليل ولكن غلبه النعاس فنام بعض الوقت ثم استيقظ بالفعل قبل الفجر بساعة ولكن غاب عنه النشاط وحضور القلب والذهن فصلى واستغفر بينما النوم كان يداعبه واستمر هذا الحال لمدة شهرين ولكن لم يحدث لزوجته حمل فذهب إلى الشيخ في المسجد وقال له يا شيخ لقد فعلت ما طلبته مني لمدة شهرين ولم يستجب الله لي فلماذا؟ فتعجب الشيخ من كلامه وعندما سأله عن كيفية قيامه للليل والاستغفار أخبره فقال له الشيخ أيها الرجل لم تحسن القيام والاستغفار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله فيقين القلب من أعظم أسباب الاستجابة وأن غفلة القلب من موانع الاستجابة فاذهب وقم الليل واستغفر أنت وزوجتك بقلب كله يقين وذهن صافي فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصل يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعتذر الرجل للشيخ ثم ذهب إلى زوجته وقال لها في ود زوجة العزيزة الحمد لله الحمد لله وجدت الدواء بإذن الله ولكنه صعب جدا سألته الزوجة بشوق كبير ولهفة وما هو يا زوجي العزيز قال الزوج نقوم قبل صلاة الفجر بساعة نصف ساعة صلاة والنصف الثاني استغفار فهل أنت مستعدة على أن نفعل ذلك قالت الزوجة بالطبع يا زوجي مستعدة لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى وسنبدأ من اليوم إن شاء الله فقد سمعت حديثا من خلال المذياع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وفعلا بدأ هذا الرجل هو وزوجته قيام الليل والاستغفار بإخلاص وبعد مرور شهر واحد فقط جاء لهذه الزوجة أعراض الحمل فذهب بها زوجها إلى الطبيبة وبعد عمل التحاليل اللازمة قالت الطبيبة للزوج أبشر زوجتك حامل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون طالب في كلية طب يعمل أصدقاءه وكل من يعرف معاملة طيبة ويحب للآخرين ما يحب لنفسه كما أوصى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنه للأسف كان يجد سوء المعاملة والحسد والحقد عليه من الكثير بل ومن أقرب الناس إليه فقضى أياما في هم وحزن بسبب ما يحدث معه وعندما زاره خاله وهو أحد الدعاة الصالحين اشتكى له وهو يبكي عما يشعر به وقال له أحد زملائي كان سيفصل من الجامعة بسبب دفع رسوم القيد والاشتراكات فقمت بجمع تبرعات وسددت له حتى لا يفصل ولكن للأسف الشديد هذا الزميل كان يغتابني ويشوه صورتي أمام أصدقائي لماذا لا أجد إلا الغدر والخيانة ممن أحسن إليهم لماذا لا يحسن الناس الظن به لماذا يكذب من أصدقهم ويقص علي من أحن عليهم لماذا يدي ممتدة بالخير وأيدي الناس ممتدة لي بالشر ابتسم خاله ووضع يده على قلب الشاب وقال له يا ابن أختي لا أدري لماذا أحبك الله كل هذا القدر إنك تشكو لي حب الله لك لقد جعلك من أصحاب مراتب الصبر والإحسان التي لا ينالها إلا أنقياء القلوب لذلك أتمنى أن تستودع عملك عند الله عز وجل لأنه سبحانه سوف يجزيك أجمل وأعظم مما يقدمه الناس لك والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه فأبشر واطمئن فرح الشاب كثيرا واحتضن خاله ثم نهض فتوضأ وصل ركعتين لله وأخذ بعده ما يستغفر ويدعو ربه بهداية الجميع وأن يرزقه الثبات وقوة التحمل وفي أحد الأيام كان هذا الشاب يقف أمام الكلية مع زملائه فجاءت سيارة مسرعة اختارته من بين المجموعة وصدمته فأسرع به إلى مستشفى الجامعة فأبلغه الطبيب المختص أنه عنده كلية تنزف ويجب أن يستأصلها فورا وإلا ستتسبب في موته وعليه أن يختار ما بين كليته التي ستستأصل ويعيش أو تبقى ويموت فاختار الطالب استئصال كليته وحمد الله على كل ما جرى وفي اليوم التالي وهو جلس في غرفته دخل عليه الجراح الذي أجرى له العملية مبتسما وقال له هل تعلم أن الله يحبك وهل سمعت عن القضاء والقدر أنا سمعت عنه كثيرا حتى شاهدته معك ونحن نجري لك العملية لقد وجدنا نسيجا غريبا في الكلية التي استأصلناها لك وأرسلناها إلى المختبر للتحليل وظهر أن هذا النسيج كان بداية تغيرات للخلايا في طريق نشاط سرطاني وكان يمكن أن تكتشف في مرحلة متأخرة جدا وتكون حياتك هي الثمن لقد اختارتك السيارة وحددت مكان الإصابة بالضبط لتعطيك فرصة ثانية للحياة لقد كانت رسالة حب من الله لك سجد الطالب لله شكرا ثم قال للطبيب هذا قضاء الله وقدره فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد وبعد لحظات دخل عليه خاله ليطمئن على صحته وعندما علم بقصة النسيج السرطاني الذي تم استئصاله ابتسم وقال له ألم أقل لك أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله لو علم العبد كيف يدبر الله أموره لعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قبل ولادة السيدة مريم مات أبوها العالم العظيم عمران الذي اختاره الله للصلاة بالناس فأراد علماء ذلك الزمان أن يرب السيدة مريم فكان كل واحد يتسابق لنيل شرف تربية ابنة شيخهم الجليل وإمامهم وكان في هذا الزمان عبد صالح ونبي كريم هو سيدنا زكريا عليه السلام اتفق مع العلماء والشيوخ على إجراء قرعة ومن يكسب هذه القرعة هو الذي يكفل مريم ويربيها ويكون له شرف خدمتها حتى تكبر وتخدم المسجد وتتفرغ للعبادة وأجريت القرعة حيث وضعت مريم وهي مولودة على الأرض ووضعت إلى جوارها أقلام الذين يرغبون في كفالتها وأحضروا طفلا صغيرة فأخرج قلم زكريا عليه السلام ففرح سيدنا زكريا وبدأ يخدم مريم ويربيها ويكرمها ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وكان لها مكانا تعيش فيه في المسجد ومحرابا تتعبد فيه وكان زكريا عليه السلام يزورها أحيانا في المحراب وكان يفاجأ كل ما دخل عليها فعندما يكون الوقت صيفا يجد عندها فاكهة الشتاء ويكون الوقت شتاء فيجد عندها فاكهة الصيف ويسألها من أين جاءها هذا الرزق فتجيب السيدة مريم إنه من عند الله فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة فقال زكريا في نفسه سبحان الله القادر على كل شيء وطلب من الله أن يحقق أمنيته التي تملأ قلبه وهي أن يكون له ولد يريث علمه ويصير نبيا ويستطيع أن يهدي قومه ويدعوهم إلى كتاب الله ومغفرته فقد كان سيدنا زكريا شيخا عجوزا ضعف عظمه وبيض شعر رأسه وأحس أنه لن يعيش طويلا وكانت زوجته عجوزا مثله ولم تلد من قبل في حياتها بشر الله زكريا عليه السلام بأنه سيكون له ولد لا شبيه ولا مثيل له من قبل وأعلمه أيضا أن ولده سيكون نبيا ومن الصالحين هناك دعا زكريا ربه قال رب هبني من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين امتلأ قلب زكريا عليه السلام بالشكر لله وحمده وسأل ربه أن يجعل له علامة فأخبره الله أنه ستجيء عليه ثلاثة أيام سيجد نفسه غير قادر على الكلام فإذا حدث له هذا تأكد أن امرأته حامل وعليه ساعتها أن يتحدث إلى الناس عن طريق الإشارة وعليه أيضا أن يسبح الله كثيرا في الصباح والمساء وخرج زكريا عليه السلام يوما على الناس وقلبه مليء بالشكر وأراد أن يكلمهم فاكتشف أن لسانه لا ينطق فعرف أن معجزة الله قد تحققت فأشار زكريا عليه السلام إلى قومه أن يسبح الله في الفجر والعشاء وراح هو يسبح الله في قلبه وصلى لله شكرا على استجابته لدعوته ومنحه يحيى لقد جاء لأبيه زكريا عليه السلام بعد عمر طال وبعد دعوة خانصة لله تحرك بها قلب النبي زكريا وظل زكريا يدعو ربه حتى جاءت وفاته قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر